اشتركوا في القناة صلى الله عليه وعلى أهل بيته طيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين قال الله سبحانه وتعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكم من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالى ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين صدق الله العلي العظيم الغليات الكريمة آية 59 و 61 من سورة آل عمران تذكر واقع حدثت في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتعرف بمباهلة النبي صلى الله عليه وآله لنصارى نجران الحادثة وقعت في اليوم الرابع والعشرين من شهر ذي الحجة سنة تسعة هجرية ربما على أصح الأقوال بعضهم قال العاشرة بس العاشرة بعيد جدا لأن النبي صلى الله عليه وآله كان في حجة الوداع وبعد ذلك غدير خم فوصوله إلى المدينة ووصول الوفد في يوم العاشر يبدو صعبا الأصح ربما هو السنة التاسعة للهجرة النبي صلى الله عليه وآله بعد أن دخلت الجزيرة العربية في الإسلام بعد فتح مكة أرسل الرسائل إلى كسرة وقيصر والمقوقس في مصر وغيرهم من الأمراء ويدعوهم للإسلام ومن جملة من أرسل لهم الرسالة وما إلى النصارى الموجودين في نجران نجران كانت تابعة إلى اليمن والآن هي في جنوب المملكة العربية السعودية متاخمة لليمن فالمنطقة تسمى نجران دعاهم إلى الإسلام وهم تحدثوا في هذه الرسالة النبوية أنه كيف يتعامل معها ثم جاء وفد منهم إلى المدينة وحاجج النبي في عيسى عليه السلام أنه ابن الله أو ليس ابنا لله وعندما رفضوا الإيمان بأن عيسى نبي وليس ابن لله دعاهم النبي إلى المباهلة هذه خلاصة الموضوع ولكن ما يهمنا أن هناك حوادث تاريخية كثيرة ليست بهذا المختصر فقط موجود يذكر السيد ابن طاوس في كتابه الإقبال تفاصيل كثيرة أكثر من عشرين صفحة في مقدمات المباهلة وكيف كان رد فعل النصارى بعد أن استلموا رسالة النبي وكيف جاءوا إلى المدينة المنورة لكي في الواقع يستكشفوا أن كان هو نبي حق أو لا وليس للمباهلة ولكن النبي دعاهم إلى المباهلة ويذكر السيد ابن طاوس أنا أقتصر العشرين صفحة التي يذكرها بذكر بعض المقاطع المهمة أولا هو يقول روينا ذلك بالأسانيد الصحيحة والروايات الصريحة إلى مجموعة منهم يذكرهم بأنه لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم عليه وسلم مكة وانقادت له العرب أرسل رسله إلى الأمم وكاتب الملكين كسرى وقيصر يدعوهما إلى الإسلام وإلا أقرى بالجزية وإلا آذنى بالحرب العوان ثم أكبر شأنه نصارى نجران وخلطائهم من بني عبد المدان وجميع بني الحارث بن كعب ومن ضوى إليهم يعني أدى إليهم ونزل بهم من دهماء الناس يعني جماعة الناس على اختلافهم في دين النصرانية من الأروسية والسالوسية وأصحاب دين الملك والمارونية والعباد والنصورية وامتلأت قلوبهم على تفاوت منازلهم رهبة منه ورعبة فأنهم كذلك من شأنهم يعني كانت المنطقة فيها كثير من النصارى ومتصلة اليمن بالحبشة وكان فيها أيضا النصارى بكثرة متصلة بالمصر وكان أيضا فيها من النصارى بكثرة ومتصلة بالروم فإذن خلفيتهم خلفية مسيحية وجهات كثيرة ممكن أن تدعمهم بالقوة والمنعة والعزة ولكن لما جاءهم رسول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكتابه وكان الذي جاء عتبة عتبة بن غزوان وعبد الله بن أبي أمية والهدير بن عبد الله أخو تيم بن مرة والصحيب بن سنان يدعوهم إلى الإسلام فإن أجابوا فهم إخوان وإن أبوا واستكبروا يدعوهم إلى أداء الجزية عن يد يعني باقي الآية تقول عن يد وهم صاغرون فإن رغبوا عما دعاهم إليه وعاندوا فقد آذنهم على سوى يعني كان كتابه صلى الله عليه وآله بالآية يذكرها قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون هنا حينما جاءت هذه الرسالة ودعوة اضطربوا اضطرابا شديدا يعني وكان لديهم الإسخف الأكبر ومجموعة من الأساقفة بدأوا بمناقشة المسألة ماذا يكون رد فعلهم هل يسلموا أو هل يناجزوا النبي الحرب أو يعطوا الجزية أو ماذا يفعلوا يعني الأول خطبة كانت الإسخف الأول الحسين بن علقمة فهذا الإسخف كان رجلا من بني بكر ابن وائل وكان عمره كبير جدا حوالي 120 سنة فقام خطيبا فيهم معتمدا على عصى لكبر سنه وكان موحدا يؤمن بالمسيح وبالنبي عليهما السلام ويكتم ذلك من كفرة قومه وأصحابه هذا الإسخف الأول الحسين بن علقمة يعني لا شك أن ذكر النبي صلى الله عليه وآله وصفاته موجودة في التوراة والإنجيل وهذا بحث طويل يعني يحتاج إلى محاضرة كاملة أو أكثر من محاضرة أنه أكثر من خمسين مورد هناك الذكر وأوصاف للنبي صلى الله عليه وآله في التوراة وفي الإنجيل أما في إنجيل برنابة فهناك تصريح كثير بإسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم سواء كان المسيحيون في هذه الأيام لا يقبلون إنجيل برنابة على كل حال هو إنجيل موجود مكتوب والتحقيق لا يدل على أنه فيه خلل ولكنه لأنه مخالف لما يعتقدون لذلك لا يؤمنون به إجمالاً هذا الرجل لما كان يعرف صفة النبي وإسم النبي وأنه يبعث من تهامة وأنه يبعث من جبال مكة وأنه منطقة هجرته إلى منطقة هجرته إلى المدينة المنورة تفاصيل كثيرة موجودة كان مطلع عليها فكان مؤمناً بالسر ولكن لو أظهر إيمانه ربما قتلوه أو انتقموا منه لذلك كان يكتم إيمانه فلما رأى اضطرابهم وبعضهم يحثوا على القتال والبراز وشن الحروب قام فيهم معتمداً معتمداً على عصى لكبر سنة وقال مهلاً بني عبد المدان مهلاً استديموا العافية والسعادة فإنهما مطويان في الهوادة هوادة الصلح دبوا إلى قوم دبوا يعني امشوا إلى قوم في هذا الأمر دبيبة الزور وإياكم والثورة العجلة ولا تستعجلوا تأخذكم الحمية والغضب وتستعجلون وإنما امشوا بروية وحسن نظر فيها المسألة وإياكم والثورة العجلة فإن البديهة بها لا ينجب حمداً في نظره أو قوله أو فعله إنكم والله على فعل ما لم تفعلوا أقدر منكم على رد ما فعلتم يعني أنتم الآن إذا لا تقاتلوا أقدر على التفاهم من أنه بعدين إذا قاتلتم بعد ما تستطيعون أن تتراجعوا يعني على رد ما فعلتم إذا قاتلتوا وصارت الدماء ما يمكن أن تتراجعوا فيها الحالة فيقول هذا هو أفضل لكم ألا أن النجاة مقرونة بالأنات نجاة الإنسان أنه يتأنى بالأمور يفكر بشكل عقلاني ألا رب إحجام إحجام يعني امتناء أفضل من إقدام وكان من قول أبلغ وكائن من قول أبلغ من وصوله ثم أمسك نصحهم بعدم العجلة والروية والأنات والتفكر وغير ذلك بعضهم كرز بن سبر الحارثي كان زعيم بن الحارث قال لقد انتفخ سحرك واستطير قلبك أبا حارثة بدأ يخذل أنه أنت خايف أنت جبان أنت كذا هذا المعنى فلما أمسك أقبل عليه العاقب والعاقب اسمه عبد المسيح بن شرحبيل وهو عميد القوم في ذلك الوقت وأمير رأيهم وقال أفلح وجهك وأنس ربعك يعني جماعة تكمل عنك وعز جارك وامتنع ذمارك يعني بدأ يشجع القوم على المقابلة فالسيد وأسقف نجران واسمه أهتم ابن النعمان وهو أسقف نجران وكان نظير العاقب في علو المنزلة ومن قبيلة بني لخم فقال له ساعد جدك وسما جدك أبا وائلة إن لكل لا معه تنضياء على كل حال الكلام يعني طويل يقول ثم إن أخا قريش قد نجدكم لخطب عظيم أخا قريش يعني النبي صلى الله عليه وآله تعبير الأخ يعني الصاحب للجماعة فهو كان مصاحب لقريش فهو يعني أخوهم وذكر لكم يعني خطبا أمرا عظيما جليلا ليس سهلا فما عندكم قلوا وأنجزوا أبخوع وإقرار يعني إما الطاعة والخضوع أم نزوع يعني انتهاء عنهم فطام عتبة والهدير ونفر من أهل النجران فعاد كارز بن سبرة لكلامه وكان كميا أبيا يعني بطلا قال نحن نفارق دينا رسخت عليه عروقنا ومضى عليه آباؤنا أخذت الحمية بدون منطق بدون دليل بدون بيان فقط الحمية لأنه عندنا قوة وعندنا صلابة وعندنا جيش وعندنا مكنة وعليه لا نفارق ديننا لم يناقش هل الدين الذي نحن عليه حق أو غير حق وهذا النبي الجديد هو نبي حق أو غير حق وإذا كان حق لماذا لا نتبعه وإذا كان غير حق فما هو الدليل على عدم حقية دعواه وليس الكلام منطقي فهذا الكلام الاعتزاز بالقوة والمنعة والجبروت والخيلاء والمال وغيره يعني هذا السيد قال له أربع على نفسك يعني أرفق نفسك شوية على كيفكم فإن سل السيف يسل السيف إذا أنت تريد تحارب سل السيف أيضا يسل السيف عليك وإن محمدا قد بخعت له العرب يعني أطاعت له العرب وأعطته طاعتها وملك رجالها وأعنتها وجرت أحكامه في أهل الوبر منهم الوبر أهل البدو والمدر يعني أهل المدن والقرى ورمقه أي نظره نظر إليه الملكان العظيمان الملكان العظيمان كسرى وقيصر يقول هذا الذي ينظر بشأنه ويفكر مثل كسرى ومثل قيصر ينظر بشأنه ليس إنسانا عاديا والعرب كلهم أسلموا وطوع يديه فما يمكن أن تفكر بالجبروت والخيالاء والحرب وإنما فكر بعقلك فلا أراكم والروح لو نهد لكم يعني والروح يمكن يقسم بالروح بالمسيح لو نهد يعني لو نهد لو نهد لكم إلا وقد تصدى عنكم من خف معكم من هذه القبائل القبائل معكم الآن ولكن لما ترى شدة بأس المسلمين يخفون عنكم وتبقون وحدكم وتخسرون إذ لا رجعته يعني بعد ذلك يعني وأراد أن يثير الناس وقال لهم فأني أرى لكم أن تقاربوا محمدا وتطيعوا في بعض ملتمسي عندكم بس أول بالبداية شوية جاملوا ولينطلق وفودكم إلى ملوك أهل ملتكم إلى الملك الأكبر بالروم إلى قيصر يعني ابعثوا وفود إلى قيصر وإلى ملوك هذه الجلدة السوداء الخمسة يعني ملوك السودان ملك النوبة والحبشة والألوى والرعى ملك الحبشة والراحات ومريس والقبض كلها كانوا نصارى ذلك المنطقة الأسماء في تلك الزمان تختلف قليلا عن بعض هذه الأسماء وكذلك من انضم إليكم من أهل الشام من بلوغ غسان ولخم وجذام وقضاعة وغيرهم من دوي يمنكم فأم لكم عشيرة فإجمعوا والعشائر والناس وغيرهم وقاتلوا بذلك يعني هذا يعني رأيه بذلك كلامه طبعا الناس عادة عاطفيين وحينما يهيجهم أحد ممكن أن يتشجعوا يستقبلوا كلامه باستقبال جيد وتأخذهم الحمية بدون بدون منطق بدون حساب للعواقب وهنا قام الحارثة ابن أثال وأقبل على جهير يكلمه قلنا جهير ابن سراق يريد الحرف أقبل يكلمه وقال متى ما تقد بالباطل الحق بابه وإن قلت بالحق الرواسي رواسي ينقدي إذا ما أتيت الأمر من غير بابه ظللت وإن تقصد إلى الباب تهتدي ما يمكن أن كل شيء تثير الحرب والغير هذا معالجة أمر من غير بابه الأفرط أن تود تعالج الأمر من بابه المناسب ثم هو استقبل السيد والعاقب والقسيسين والرهبان وكافة النصارى وقال حارثة سمعا سمعا يا أبناء الحكمة وبقايا حملة الحجة إن السعيد والله من نفعته الموعظة ولم يعش عن التذكر ألا وإني أنذركم وأذكركم قول مسيح الله عز وجل ثم ذكر وصية إيسا عليه السلام ونصي على وصي شمعون ابن يوحنى وما يحدث على أمتي من الافتراق على النصارى من الافتراق ثم ذكر عيسى عليه السلام وقال إن الله جل جلاله أوحى إليه فاخذي ابن أمتي كتابي بقوة ثم فسره لأهل سوريا بلسانهم وأخبرهم إني أنا الله لا إله إلا أنا الحي القيوم البديع الدائم الذي لا أحول ولا أزول إني بعثت رسلي ونزلت كتبي رحمة ونورا أصمة لخلقي ثم إني بعث بذلك نجيب رسالتي أحمد صفوتي من بريتي البارق ليطا عبدي أرسله في خلو من الزمان أبعث بمولده فاران من مقام أبيه إبراهيم عليه السلام أنزل عليه توراة حديثة أفتح بها أعينا عميا وآذانا صمى وقلوبا غلفا غلفا يعني لا تعيشه طوبى لمن شهد أيامه وسمع كلامه فآمن به واتبع النور الذي جاء به فإذا ذكرت يا عيسى ذلك النبي فصلي عليه فإني وملائكتي نصلي عليه اللهم صلي على محمد يا أهل محمد وأعجل فرجه إذن هو عنده هذا موجود في الكتب أن الله جل وعلا حينما أخبر النبي عيسى عليه السلام قال له أني باعث بذلك نجيب رسالة أحمد صفوتي من بريتي يعني اختاره المصطفى من البرية البارقليطة عبدي اللي هو الفارقليط الموجودة بالنص اللي الآن موجود في الكتاب المقدس أرسله في خلوة من الزمان أبعثه بمولدي فاران فاران هو جبل النور الذي فيه غار حراء لأنه قرينت أن النبي إبراهيم عليه السلام جاء بزوجته هاجر وابنه إسماعيل إلى قرب جبل فاران في مكة نعرف أنه مكانه وهذا مكان قرب جبل فاران فإذن هو قرب مقام أبي إبراهيم عليه السلام أنزل عليه توراة حديثة طبعا هو القرآن كتاب سماوي شيء جديد يختلف عن الكتاب المقدس أفتح بها أعينا عميا وذانا صمة وقلوبا غلفا هذه أهمية القرآن طوبى هنا البشارة لمن شهد أيامه كان في أيام النبي فآمن به مكفر به ولا تعصب تعصبا أعمى هذه وصية عيسى على نبينا واله عليه السلام والأمر من الله جل وعلا أنه طوبى لمن آمن بالنبي محمد صلى الله عليه وآله واتبع النور الذي جاء به النور ممكن يكون القرآن الكريم ممكن يكون أهل البيت سلام الله عليهم الذي جاء به ربما هنا الإشارة إلى ذلك النبي فصلي عليه فإني وملائكتي نصلي عليه نعرف هذه مشابه لآي الكريمة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم يصلي على محمد وعلى محمد وعلى هذا كلام قلنا الحارثة بن أثال ذكر السيد المسيح وبشار النبي السيد والعاقب كان من كبار علمائهم اعترفوا بوجود صفة النبي صلى الله عليه وعلي في كتبهم ولكن حاولوا الإنكار بالمراوغة بالكلام قال فما أتى حارثة على قوله حتى اظلم بالسيد والعاقب مكانهما لما رأوا أن الحارثة ذكر الحقائق اظلم مكانهما لأنه الآن مفروض يحثون الناس على الإيمان بالنبي صلى الله عليه وعلي وممكن يخسروا مكانتهم الاجتماعية ووجودهم وشخصيتهم واتباع ناس لهم هذا صعب عليهم أن يغير ويبدلوا ويترك مكان الاجتماعي الكبير عندهم وكره ما قام به في الناس معربا ومخبرا على المسيح عليه السلام بما أخبره وقدم من ذكر النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم قالوا أن هذا ذكر الحقائق فإذن فضحنا بعد ما نقدر نصر الحقائق ونحرك الجماهير والناس إلى الحرب والقتال ربما ننتصر ونبقى على مكانتنا فهما إذن ما كانوا يريدوا له أن يتحدث بذلك فأشفق أن يكون ذلك سببا لانصراف قومهما عن طاعتهما لدينهما وفسخا لمنزلتهما في الناس فأقبل العاقب وقال الآن تفاصيل كثيرة أنا أختصرها قال أنا نعرف فضلا لك يا حارثة ومقام ولكن هذا الرجل من قريش جاء وادعى النبوة ونحن لا نعلم هل صفات النبي عندنا تنطبق عليه أم لا وإن كان الصفات العامة أنه يدعي النبوة يأتي نبي في مكة ويهاجر إلى المدينة وقوم يظلموه يعرب منهم إلى المدينة يبني دولتا في المدينة هذه الصفات موجودة نعم كما ذكرت ولكن لا نعلم هل هو صادق أو لم يكن صادق هل هو آخر الأنبياء كما نعرف أو ليس ذلك فنحتاج إلى أن نتأكد من ذلك ثم صار الجواب عليهم يقول يعني الجواب يقول كيف تتركون قول المسيح عليه السلام في بني إسرائيل وقول لهم كيف بكم إذا ذهب بي إلى أبي وأبي وخلف بعد إعصار يقلوا من بعدي وبعدكم صادق وكاذب قالوا ومن هما يا مسيح الله قال نبي من ذرية إسماعيل عليه السلام صادق ومتنبئ من بني إسرائيل كاذب فالصادق منبعث منهما برحمة وملحمة يكون له الملك والسلطان ما دامت الدنيا وأما الكاذب فله نبذ يذكر به المسيح الدجال يملك فواقا فواقا يعني يسيرا ثم يقتله الله بيدي إذا رجع به فإذن هنا المسيح في الصحف موجودة يقول لهم أن المسيح هو قال كيف إذا ذهب به إلى أبي وأبيكم هنا أبي وأبيكم يعني إلى آدم عليه السلام هو أبو البشر أبوه وآدم وليس الله إذا كان أبو الناس جميعان فلا يصح أن تستعمل هذا أن المسيح ابن الله لن يقول هو أبي أبي هنا يقول وأبيكم فأنت أبو الناس أنتم أيضا أبوكم من هو أبو الناس لا أحد يقول أن الله أيضا أبو الناس كلها والناس كلها أولاد الله هذا لا أحد يقول به منعنى البنوة بمعنى الولد هنا ترجمة بمعنى العبيد لله بمعنى المخلوقات الله هذا شيء آخر بس بمعنى البنوة من الولادة والأبوة لا أحد يقول بذلك لعموم الناس وإنما أبي وأبيكم ربما الإشارة إلى آدم عليه السلام لأنه إذا انتقل إلى العالم الآخر يكون آدم عليه السلام موجود ثم يقول هناك صادق وكاذب بعضكم صادق يؤمن بهذا النبي وبعضكم كاذب يكون من أتباع الدجال ويقول أنا أقتل الدجال إذا رجع بي يعني يذكر ما نعتقده بأنه سوف يرفع إلى السماء لا يصلب ولا يقتل وإنما قتلوا صلبوا غيره توهما منهم بأنه هو السيد المسيح ورفعه الله إليه وكما نعلم سينزل في آخر الزمان وينصر الإمام المهدي صلى الله وسلم عليه وإمام المهدي يرسله إلى مقاتلة الدجال فيقتل الدجال فهذا هذا النص هو إشارة إلى هذا المعنى يقول ثم العاقب أراد أنه يغير الموضوع قال ممكن يكون هذا مثل مسيلمة ادعى النبوة وصاحب اليمامة يعني كان في اليمامة وهو كاذب فأيضا رده بذلك وقال أن مسيلمة لا عنده معاجز لا عنده كرامات لا هو نزل في مكة لا هو في المدينة هذه كل الصفات ما تنطبق عليه وممكن من يدعي النبوة وهو كاذب معنى أن النبي الحق لا تقبل دعوته ولا يؤمن به ثم قال أنتم تعرفون صدق نبوة النبي صلى الله عليه ومعاجزة وتعرفونها بشكل جيد فلماذا تنكرون ذلك ثم يذكر لهم نصا آخر الحارثة يقول أنشدك بالله الذي دحاها وأشرق باسمه قمراها هل تجد فيما أنزل الله عز وجل في الكتب السالفة يقول الله عز وجل أن الله لا إله إلا أنا ديان يوم الدين أنزلت كتبي وأرسلت رسلي ليستنقذ بهم عبادي من حبائل الشيطان وجعلتم في بريتي وأرضي كالنجوم الدراري في سمائي يهدون بوحي وأمري من أطاعهم أطاعني ومن عصاهم فقد عصاني وإني لعنت وملائكتي في سمائي وأرضي واللاعنون من خلقي من جحد ربوبية أو عدل بي شيئا من بريتي أو كذب بأحد من أنبيائي ورسلي أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء أو غمص غمص يعني احتقر ونقص سلطاني أو تقمصه يعني يلبس قميصا بالباطل متبريا أو أكمله عبادي وأظلهم عني ألا وإنما يعبدني من عرف ما أريد من عبادتي وطاعتي من خلقي فمن لم يقصد إلي من السبيل التي نهجتها برسلي لم يزدد في عبادته مني إلا بعدا هذا أمر بطاعة الإنبياء بما يقولون ومن يرى أنه يعبد الله بطريقة الخاصة بدون أن يسترشد بهدى الأنبياء يقول لا يزداد في عبادتي مني إلا بعدا وهذه حقيقة طبعا نعرفها أن العبادة الحق هي ما علمنا الأنبياء صلى الله عليه وسلم وعليهم والإنسان ليس في مزاجة يعني أنا يا عبد الله بطريقة الخاصة لا يوجد طريقة خاصة الله عنده طريق خاص معين وهو الصراط المستقيم في الدنيا الذي يؤدي إلى النجاة بالعبور على الصراط المستقيم في الآخرة ليس بمزاج الإنسان ورغبته وشهواته وأفكاره وآراءه لا وأمر الله جل وعلا العاقب بدأ يؤيد القول بنبوة النبي صلى الله عليه وعلي بعد شف دلائل كثيرة يذكرها الحارثة وبدأ يؤيد القول ثم بدأ يعني يقول أنه ما نعرف يعني هو أو لا أو كيف يقول ولكنه بدأ أيضا يذكر أن يصف النبي ويصف أهل بيته وكذلك الإمام المهدي عليه السلام في الكتب السماوية موجود ويصف حال المسلمين وخلفاء الجور وعلائم آخر زمان طبعا البحث يعني طويل هنا في الكتابة لا مجال لذكر كل ولكن أقرأ نص صغير منهم قال السيد ألم يقل بعد نبذ طويل من كلام فإذا طبقت وقطعت الأرحام وعفت الأعلام يعني علقت الأعلام بعث الله عبده الفارق ليطا بالرحمة والمعدلة قالوا وما الفارق ليطا يا مسيح الله قال أحمد النبي الخاتم الوارث ذلك الذي يصلى عليه حيا ويصلى عليه بعدما يقبضه إليه بابنه الطاهر الخير ينشر الله في آخر الزمان بعدما انقضت عردين وخبت مصابيح الناموس إشارة إلى الإمام المهدي سلام الله عليه الذي ينشره في آخر الزمان وأفلت نجومه فلا يلبت ذلك العبد الصالح إلا أماما حتى يعود الدين به كما بدأ ويقر الله عز وجل سلطانه في عبده ثم في الصالحين من عقبه وينشر منه حتى يبلغ ملكه منقطع التراب هنا يشير أن يملأ الله بالأرض قصة وعدلة بعدما مليأت ظلما وجورا إنما قال هذا طبعا اعترفوا وقالوا نعم وأيضا ذكر أنه له ذرية ابنه الإمام المهدي وليس أبتر كما المشرك قريش ادعو إذن هو له ذرية والمهدي من ذريته هذه تفاصيل كثيرة ذكرت هناك الجامعة وفيها ذكر وأوصاف النبي صلى الله وعلي وعلي السيد والعاقب كان عندهما تلك يقرؤون التفاصيل أيضا بحث طويل يعني لا مجال للحديث عنهم يعني التفاصيل كثيرة نأتي إلى ختام المعنى طبعا في بعض ذكر النبي صلى الله عليه ذكر الزهراء ذكر الحسن ذكر الحسين ذكر الأئمة الاثنى عشر أنا يعني حقيقة أقرأ بس شيء مختصر مما يذكر قال سننبيك بما سألت اسمه أحمد صلى الله عليه وآله منتخبا من ذرية إبراهيم ومصطفى من سلالة إسماعيل عليه السلام ذو الوجه الأقمر والجبين الأزهر راكب الجمل تنام عيناه ولا ينام قلبه يبعثوا الله في أمة أمية ما بقي الليل والنهار مولده في بلد أبيه إسماعيل طبعا مكة بلد أبي إسماعيل كثير الأزواج قليل الأولاد نسله من مباركة صديقة زهراء سلام الله عليها يكون له منها ابن لها فرخان سيدان يستشهدان الحسن والحسين سيداء شباب أهل الجنة اجعل نسل أحمد منهما فطوباهما ولمن أحبهما وشهد أيامهما فنصرهما قال عيسى إلهي وما طوبى طوباهما قال وما طوبى قال الله جل وعلا شجرة في الجنة ساقها وأخصانها من ذهب وورقها حلل وحملها كثدي الأبكار أحلى من العسل وأليا من الزبد وماءها من تسنيم لو أن غرابا طار وهو فرق لا أدركه الهرم من قبل أن يقطعها وليس منزل من منازل أهل الجنة إلا وظلاله فنن من تلك الشجرة يعني من ظل الشجرة الأقريب فهذه كلماتهم موجودة في كتبهم بعضها ربما في التوراة والإنجيل الموجودة الآن بعيدين وبعضهم كتب أخرى كانت مخصوصة كما يبدو من ذكر الجامعة وغيرها عندهم كتب أخرى فيها تفاصيل النبي ولذلك سافر السيد والعاقب مع وفد كبير منهم وجاءوا إلى المدينة وعندما جاءوا إلى المدينة جاءوا بملابس مزخرفة وملابس فخمة النبي كره هذا المنظر الفخفخة والبهرجة فلم يكلمهم وتعجبوا فأخبروا بأن النبي لا يحب هذا المسوا اللباس متواضع كسائر الناس فجاءوا اليوم الثاني باللباس متواضع وأنزلهم النبي في المسجد النبوي وفي المسجد أرادوا أن يقيموا صلواتهم وتقوسهم المسلمون تعصبوا وتعلموا قالوا كيف تقار التقوس التثليث والصليب في المسجد فقال لهم تركوهم النبي يأدوا بالنتيجة مناسكهم اللي هما يعتقدوها أو دعواتهم من يعتقدوها تركوهم ثم بثالث يوم قالوا يا أبا القاسم ما أخبرتنا كتب الله عز وجل بشيء من صفة النبي المبعوث بعد الروح عيسى عليه السلام إلا وقد تعرفناه فيك إذن هم بالبداية اعترفوا كل صفات التي ذكرت هي تنطبق عليك إلا كل صفة هي أعظم الخلال آية ومنزلة وأجلاها إمارة ودلالة فقط صفة واحدة ما تنطبق ولكن هذه الصفة أهم من كل الصفات فقال صلى الله عليه وما هي قالوا أننا نجد في الإنجيل من صفة النبي الغابر يعني الماضي والباقي من بعد المسيح أنه يصدق به ويؤمن به وأنت تسبه وتكذب به وتزعم أنه عبد إذا تسبه طبعا النبي صلى الله عليه لم يسب هذه دعوة كاذبة غير صحيحة تزعم أنه عبد نعم وليس إله وإنما عبد ولكن يسبه أو يكذب به هذا غير صحيح قال فيلم تكون خصومتهم ولا منازعتهم للنبي إلا في عيسى عليه السلام يعني هم قالوا صفاتك موجودة عندنا كاملة وإنما النزاع الآن أنت لا تؤمن بلوهية عيسى تؤمن أنه بشر وأنه النبي وليس ابن الله كما يدعون فقال النبي لا ليس كما تقولون يعني بل أصدقه وأصدق به وأؤمن به وأشهد أنه النبي المرسل من ربه عز وجل لا شك عيسى عليه السلام هو أحد الأنبياء والأنبياء للعزم الخمسة وهم سادة الأنبياء وأقول أنه عبد لا يملك لنفسه نفع ولا ظر ولا موت ولا حياة ولا نشور فهو عبد لله أمره بيد الله فقال هل يستطيع العبد أن يفعل ما كان يفعل عيسى هل جاءت الأنبياء بما جاء فقال صلى الله عليه وآله قد كان عيسى أخي كما قلتم يحيي الموتى ويبرؤ الأكمه والأبرص ويخبر قومه بما في نفوسهم وبما يدخلون في بيوتهم وكل ذلك بإذن الله عز وجل وهو لله عز وجل عبد فهو عبد وليس إله وليس هناك بنوة وذلك عليه غير عار وهو منه غير مستنكف هو يتبرك أن يقول يتشرف أن يقول أنا عبد الله لا يستنكف من ذلك فقد كان لحما ودما وشعرا وعظما وعصبا وأمشاجا يأكل الطعام ويضمأ يعتش يحتاج إلى الماء وينصب بإربه يعني يقضي حاجة وربه الأحد الحق الذي ليس كمثله شيء وليس له ند فقالوا فإرنا مثله من جاء من غير فحل ولا أب إذا تقول هو إنسان قل تنا بمثله إنسان جاء من غير أب فقال النبي صلى الله عليه وآله هذا آدم عليه السلام أعجب منه خلقا ذاك بدون أب وبدون أم جاء من غير أب ولا أم وليس شيء من الخلق بأهوى على الله عز وجل في قدرته من شيء ولا أصعب ماكو شيء عند الله صعب حتى يخلق واحد بدون أب وأم أو واحد فقط بدون أب أو واحد من أبوين هذه كلها متساوية في قدرة الله جل وعلا إنما أمره إذا أراد شيء أن يقول له كن فيكون وتلا عليهم الآية الكريمة إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكون من الممترين يعني هذه نزة هذه آية المباهلة على النبي وفيها أن هذا هو الحق من ربك هنا فمن حاجك فيه من حاجك فيه عيسى من بعد ما جاءك من العلم فأنت ابدأ بيه المباهلة فقل لهم تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتل فنجعل لعنة الله على الكاذبين وتلا عليهم هذا المعنى وقال النبي لهم إن الله قد أمرني أصير إلى ملتمسكم وأمرني بمباهلتكم إن أقمتم وأصرتم على قولي فقالوا هذه آية بينها وبينك إذا كان غد نباهلك في الليل أيضا بينهم يخشون من المباهلة يعلمون أن صفاته هو النبي الحق لا ينكرون ذلك ولكن قالوا إذا جاء بقومه فهذا معنات علامة أنه مو نبي هو يستقوي بقومه وجماعته والجماعة إذا كانوا كاذبين لا قيمة لهم عند الله الله يبيدهم أما إذا جاء فقط بأهل بيته معنات هو مطمئن لا يمكن أن يدعو بالمباهلة ويجعل لعنة الله على الكاذب منهما وثم إذا هو كاذب سوف يموت هو وأهل بيته وينقطع أثر هذا لا يمكن أن يكون فجعلوا هذه العلامة بينهما فاليوم الثاني قالوا بمن تباهلنا يا أبا القاسم قالت بخير أهل الأرض وأكرمهم على الله عز وجل بهؤلاء فأولئهم خيروا أهل الأرض يعني جاء بعلي وفاطمة والحسن والحسين بإجماع المفسرين ستفاصيل روايات قل كان يحمل الحسين ويده بيد الحسن وخلفه الزهراء وخلفهما علي عليه السلام هؤلاء أهل بيته السيد والعاقب سأل من هؤلاء قالوا أنه هذا ختنه يعني نسيبة وتلك ابنته وهؤلاء سبطه الحسن والحسين قال ما تأتي ناس آخرين غيره قال لا فقط هؤلاء يقول فاصفرت حينئذ ألوانهما يوم الثاني من جاء سيد العاقب قال أرى وجوها في بعض تعبير يقول لو سألوا الله أن يزيل جبلا من مكانه لا أزاله ثم حذرهم عقب أنه لو باهلتموهم وهم يبدوا من وجوههم صادقين لنزل العذاب على النصارى واستؤصلوا كليا من الكرة الأرضية فلا تباهلوهم منذر ابن علقمة أخو الأسقف أبي حارفة قال له بعض العلم والمعرفة وكان بعيدا عنهم في نجران وقت المنازعة والغيرة ثم التحق بهم هنا فقال للقوم كان مجموعة منهم يعني 20-30-40 استغتلاف العدد قال لا خليني أنا مع السيد والعاقب فقط أتكلم بانفراد ثم قال لهم أن الرائدة لا يكذبوا أعلى يعني أنا لا أكذب عليكم وأنا لكم جد شفيق أنا مشفق عليكم فإن نظرتما لأنفسكما نجوتما إذا فكرتم بنفسكم ستنجون وإذا تركتكم على ذلك هلكتما وأهلكتما يعني أنتم هلكتم وأهلكتم قومكم فقالوا أنت الناصح حبيبا المأمون الناصح حبيبا يعني أمينا المأمون عيبا فهات فقال تعلمان أنه ما باهل قوم نبيا قط إلا كان مهلكهم إن محمدا أبا القاسم هذا هو الرسول الذي بشرت به الأنبياء عليهم السلام وأفصحت ببيعتهم وأهل بيتهم الأمناء وأخرى يقول أنا عندي انذار آخر لكم أولا أنه هو نبي انذار الثاني هو يقول انظر إلى النجم فقد استطلع إلى الأرض وانظر إلى خشوع الشجر وتساقط الطير بآراء لوجوه الطير مكبة على وجهها قد نشرت على الأرض أجنحتها وفات ما في حوالها وفاصلها وما عليها لله عز وجل من تبع الطيور ما هذا أيذن ولكنها تشعر بقرب نزول العذاب ولذلك هي خاشعة بهذا الوضع ليس ذلك إلا ما قد أضل من العذاب وانظر لقشعرار الجبال وإلى الدخان المنتشر وقزع الصحاب قزع يعني قطع صغيرة من الصحاب هذا ونحن في حمارة القيض في شدة القيض الحر وإبان الهجير يعني نصف النهار وانظروا إلى محمد صلى الله عليه وآله رافعا يده والأربعة من أهل من أهل معه إنما ينتظر ما تجيبان به ثم اعلموا أنه إن نطق فوه بكلمة من بهلة يعني إذا يدعو عليكم يلعنكم لم نتدارك خلاكا ولم نرجع إلى أهل ولا مال قال فأبصر فنظر فصحلا رأوا أن هذه العلامات اللي يقولها علامات صادقة وعيقنا أنه الحق من الله سبحانه وتعالى لذلك جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وقال نحن نصالحك لا نباهلك ولكن نصالحك قال ولكن ماذا تريد للمصالحة قال إلى الإمام علي عليه السلام أنت اذهب وصالحهم فقال أمير المؤمنين بأبي أنت وأمي يعني يا رسول الله على ما أصالحهم قال على رأيك يا أبا الحسن فيما تبرم معهم معه رأي بما ترى فقال صالحهم على ألف حلة وقيل ألفي حلة باختلاف الروايات وألف دينار خرجا في كل عام يؤديان شطر ذلك في المحرم يعني نصفه في محرم نصفه في شهر الرجل وعلى بعض التفاصيل في المباهلة فقال النبي صلى الله عليه قد قبلت ذلك منكم أما أنكم لو باهلتموني بمن تحت الكساء لأضرم الله عليكم الوادي نارا تأجج ثم لساقها الله عز وجل إلى من ورائكم في أسرع من طرفة العين فحرقهم تأجج ثم حينما رجع النبي صلى الله عليه وآله هبط عليه جبراهيل فقال يا محمد إن الله عز وجل يقرئك السلام ويقول إن عبد موسى عليه السلام باهل عدوه قارون بأخيه هارون وبنيه فخسفت بقارون وأهله وماله وبمن آزروا من قومه وبعزتي أقسم وبجلالي يا أحمد لو باهلت بك وبمن تحت الكساء من أهلك أهل الأرض والخلائق جميعا لتقطعت السماء كسفا يعني قطعا والجبال زبرا ولساخة الأرض فلم تستقر أبدا إلا أن أشاء الله فسجد النبي صلى الله عليه وآله وقال شكرا للمنعم قالها ثلاثا وقال شكرا لله عز وجل لما أبلاني من الكرامة في أهل بيتي طبعا هي كرامة كبيرة للنبي وأهل بيته النص باختصار هنا النبي عبر عن الحسن والحسين أنهما ابناء في القرآن الكريم يقول أبناءنا وأبناءكم فإذن ما يقولون أن الحسن والحسين ليس ابناء رسول الله بل ابناء علي وفاطمة هذا غير صعي القرآن يقول هم ابناء رسول الله كما هما ابناء علي وفاطمة وليس ذلك فقط إذن من العباس أرادوا أن ينفوا بنوة الحسن والحسين للنبي صلى الله عليه وآله يقولوا أن العباس عم النبي إذن هو مقام مقام النبي يبعد بني علي وفاطمة العيم الطاهرين من مقام الخلافة والإمامة لكن الله سبحانه وتعالى عبر عن الحسن الحسن هنا لأبناءنا نساءنا كانت الزهراء وهي سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين أما أنفسنا فهو أمير المؤمنين عليه السلام وليس كما يقول بعض المؤمنين يعني النبي هو أمير الله الإنسان لا يدعو نفسه يدعو الآخرين أما أقول أنا دعوت نفسي ولا يدعو نفسه فالذي مع النبي هو فقط علي عليه السلام وعبر عنه أنفسنا لأنه دعاه إلى أن يكون في المباهلة فهذا مقام عظيم لا يعدله مقام وأمير المؤمنين استشهد في بعض المقامات بعضم مقامه بهذه الآية آية المباهلة كذلك الإمام الرضا قال المؤمن أنه أعظم فضائل أمير المؤمنين أن عبر عنه القرآن بأنه نفس النبي صلى الله عليه وآله نكتفي بهذا المقدار ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الهداية والولاية والمحبة والاتباع لمحمد وآهل بيته الطيبين الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وأن يعجل فرج وليه صاحب العصر والزمان وأن يجعلنا من أنصاره وأعوانه ومن المجاهدين بين يديه اللهم محمد وعلي محمد اقضي حواعجنا واشفي مرضانا وارحم موتانا ويسر مطالبنا وابد عنا الوباء والأسواق وحرص شبابنا وبناتنا من شر الشيطان وشر السلطان وطوارق الزمان اللهم لك الحمد ولك الشكر أن رزقتنا محبة وولاية ومودة أهل البيت عليه السلام في الدنيا فتقبل ذلك منا بأحسن القبول وارزقنا يوم القيامة شفاعتهم ومن حوض الكوثر شرابهم وعلى صراط مرافقتهم وفي الجنة مجاورتهم في أعلى عليين على سرر المتقابلين مع الشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صلي على محمد وآله محمد وعجل فرجهم لا بأس أن نذكر الأموات إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات قصص ذوي الحقوق والعلماء والشهداء رحم الله من يهدي لهم جميعا ثواب الفاتحة قبلها صلوات اللهم صلي على محمد وآله محمد